رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كان هذا وصفا اطلقه الغزواني عبر رسالته المفترضة الى زعيم البوليساريو ابراهيم غالي امور غير عادية هنا لا يجب المرور عليها مرور الكرام غالي اقام لها احتفالا كبيرا غير معهود في المواقع التابعة للميليشيات رئيس المركز الاطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الامني عبدالرحيم المنارة السليمية اكد ان المسألة لا تتعلق برسالة عادية لعدة اسباب التزام الصمت لوسائل الاعلام الموريطانية الرسمية وغير الرسمية ما يزيد غموض المضمون السياسي الخطير والانحياز الموريطاني للبوليساريو والجزائر ما يفسر التراجع عن تصريح وزير خارجية موريطانيا اسماعيل ولد الشيخ احمد في بداية حكم ولد الغزواني حول ملف الصحراء اللجام الذي وضع عقب الرسالة وجفاف حبر وسائل الاعلام الرسمية الموريطانية اقرب ما تكون لمبادرة استفزازية لرجالات محيط الرئيس الموريطاني الجديد ما يوضح لعبة تحريك الخيوط خلف السطار لترتيب مخططات في شمال موريطانيا والمنطقة العازلة ما فتح الباب لمواقع البوليساريو لنشرها بابتهاج غير معهود في زمن النكبات المتواصلة لقيادة ابراهيم غالي والبوهالي باعتبار الرسالة موجهة الى المغرب اكثر مما هي للبوليساريو ووجود ضغوطات كبيرة من اجندة خارجية على الموريطانيين ثم تهديدات غالية المتتالية لموريطانيا وانتشار ميليشياته في مختلف نقاط شمال وداخل المدن الموريطانية وسياق العلاقات الموريطانية مع دولة الامارات هذه التفسيرات تصب في مجرى واحد قد يكون وراء الحمولة الاستفزازية التي حملتها رسالة النظام الموريطانية بطريقة غير مباشرة للمغرب امتدادات لسيولات من القرارات التي يبدو انها تحيط بالموريطانيين دون ادراك لخطورتها مادم على رأس مراكز القرار من يسترسل اخطاء محمد ولد عبدالعزيز الذي سقط في فخ المخابرات الجزائرية ولم يستطع الخروج منها اسماء كثيرة تدفع بموريطانيا الى ورطة حقيقية مع كل خطوة نحو المستنقع الملغوم الذي تلعب فيه كل الاوراق المتاحة ابرزها كهربة العنقات وخلق توتر في المنطقة لا تنسوش تابنو لاشين باناسا ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي